إذاعة دمشق تقدم من الحياة سليم المسرح أهلاً أنور أين أنت يا رجل؟ مهما طال غيابي عنك لا تحاول أن تبادر فتسأل عني؟ أعذرني أنور تلك عادة السيئة أنا لا أبادر جيد اعترافك بأنها عادة سيئة ولكن تذكر أننا نعيش الأزمة ما يدرك أين أنا؟ وماذا أفعل؟ ولماذا لا أتصل بك؟ قد أكون رحلت نتيجة قذيفة طائشة من قذائف الإرهابيين مثلاً سأقرأ الحدث الكبير في الصحف عماد ما بك؟ صوتك لا يعجبني ومتى أعجبك صوتي؟ أتذكر في المعهد كيف كنت تطلب مني أن أغير؟ ولم تغير متى نلتقي؟ يمكنك أن تأتي إلي في أي وقت دعوتي لك مفتوحة مذ أصبحت صديقي الحمد لله إذن لا أزال صديقك أنت تعلم أنني أفرط بكل شيء بأي شيء ولا أفرط بصداقة وصديقة آه يا عماد أنا بشوق للقياك أنت إنسان كبير اتصلت بك لأعلن غضبي وأعاتبك فإذا بك تجعلني أعلن أسفي لتقصيري تجاهك ما هذا يا رجل؟ أنور أنت منذ تعرفنا وتعهدنا على الصداقة أنت البادئ أنت المبادر ولا أزال وقد بادرت اليوم كما ترى بعد وقت طويل كيف صبرت يا صديقي؟ كنت مشغولا ألا تقرأ الصحف والإنترنت والفيسبوك؟ كلها ذكرت اسمي ونشرت صورتي الاشتراك بدور ثانوي في مسلسل تلفزيوني جديد هذا ما يزعجني منك أنت درست وتعلمت وتعبت على نفسك نعم نعم نظرية الأستاذ فاروق العيون الثلاث عشق وعلم وعمل عشقت الفن وتعلمت ثم عملت وجربت ومع ذلك تقبل بدور ثانوي في عمل أنا واثق بأن أدواره الرئيسية لأقارب المنتج وأصحابه وربما ليسوا مثقفين وليسوا مهيئين للتمثيل أتدري ما هو الخبر الهام هذه الأيام؟ تريد تغيير الموضوع يا عماد يا صديقي تتحدث معي وكأنك قادم من المريخ امت على اطلاع بما يجري حولنا في عالم الفن؟ قل لي ما هو الخبر الهام؟ هل تذكر أستاذ الجغرافيا في دراستنا الثانوية؟ كيف لا أذكره؟ سامحه الله هو الذي جعل مشوارنا في الحياة يعتمد على المصادفة ألم يكن بارعا في تصحيح أوراق المذاكرات والفحوص؟ كنا خمسة اتفقنا أن نكتب نفس الكلمات لجلوسنا في مقعدين متتاليين ثم جاءنا بالنتيجة علامتنا تراوحت بين الثلاثين والسبعين لماذا؟ لأنه لم يقرأ ما كتبنا ورأى أن يوزع العلامات كما يسمح له مزاجه ولو قرأ لوضع العلامة نفسها للجميع آه يا أنور يا صديقي منذ فترة لم أضحك أنت مذنب بحقي أنا آسل لن أغيب بعد اليوم فترة طويلة حتى ولو ارتبطت بعقد عمل جديد؟ لن أرتبط عقدتني حفظك الله سيعرضون علي دورا صغيرا وبجهودك لن أقبله أخشى أن تغضب ولكن إلى متى يا صديقي؟ لابد أن تفرج ما دمنا نؤمن بنظرية حروف العين الثلاثة ونعمل بها سنجد طريقنا أخشى أن نواصل الحلم ولا نصل إلى محطة تليق بنا لم تقل لي حتى الآن ما هو الخبر المهم؟ حسنا أستاذ الجغرافيا نور الدين أصبح مدير شركة الإنتاج الفني أنت تمزح ألم أقول لك أن الخبر هام؟ الأستاذ نور الدين أستاذ الجغرافيا يصبح مدير شركة إنتاج فني؟ غير معقول ما علاقته بالفن؟ صاحب الشركة يكون زوج أخته لذا يصبح فنانا بالقرابة سميها ما تشاء أنور ألح عليك أصر عليك أرجوك تعال إلي حالا أنا بحاجة إليك هل تأتي؟ صديقي وحبيبي عماد لو أنك ترجوني في كل مرة يهزك الشوق إلي إذن لو جدتني بين يديك ما تخرف به يا أنور؟ أنا لا أخرف أنا أتصرف كما يتطلب مجتمعنا أن أتصرف وأتمنى أن تقتنع وتأتي معي مستحيل وأعتقد أنك ستصاب بخيبة أمل لن أصاب بخيبة أمل لأنني أتوقع أسوأ التوقعات وأهمها أنه لن يذكرك ولن يرحب بك فمن أنت على أبواب مدير شركة إنتاج؟ مرحبا أهلا وسهلا أبي أهلا هذا صديقي أنور تعرفه طبعا كيف أنت يا أنور؟ الحمد لله أنا بخير عم أأمل أنك تعمل ولست كصديقك الذي يأنف أن يكلم أحدا ويسأله عن العمل أبي أرجوك حضرتك لا تعرف الجو ها نحن درسنا وتعبنا وتخرجنا لكن لا أحد اهتم بالموضوع أنور عمل فمثل دورا ثانويا في أحد المسلسلات التلفزيونية جيد هي بداية لا بد من بداية ولكن يا عمي وبصراحة أخشى ما أخشاه أن يعتاد المخرجون على أنني ممثل أدوار ثانوية فلا يكلفونني بأدوار رئيسية وأنا مهيأ لها أن تقوم بأدوار ثانوية أفضل من أن لا تمثل وفقكم الله أنا شخصيا لا يمكن أن أقبل بدور ثانوي أنا مهيأ للأدوار الرئيسية عماد أرجو أن توافق وتأتي معي مجرد زيارة واضح أنك تعرض نفسك للعمل بمعيده وما المانع أنا لن أطالبه بعمل أنا أذكره بنفسي وأعلمه بأنني خريج المعهد العالي وبأن عملي أن أمثل ثم إننا نأتيه لتهنئته بالمنصب الجديد أستاذ نور الدين هل تذكرني؟ كان لي الشرف أن أكون طالبك عندما كنت تدرس الجغرافيا أعذرني ما اسمك؟ أنور آه أنور أنور أهلا وسهلا أستاذ أنور أنا أذكرك شيئا لأنك وزملائك لقنتموني درسا لن أنسا كيف صديقك عماد أليس كذلك؟ آه بلى بلى أستاذ نور الدين وهو يحييك وقد منعته ظروف عائلية من التشرف بزيارتك وتهنئتك بالعمل الجديد شكرا شكرا آه ماذا درستما وماذا تعملان؟ درسنا وتخرجنا من المعهد العالي حقا؟ نحن ممثلان حقا؟ جيد جيد أنا سعيد بزيارتك أستاذ أنور إذ يهمني مع بداية عملي هنا أن أجمع حولي أخصائيين الجيدين وقبل كل شيء مخلصين أهلا وسهلا هاتي شايا يا أبا زهدي حاضر أستاذ آه قل لي هل توافق على أن تعمل معي؟ وافق طبعا أنا أعمل ممثلا ويمكن لهذه الشركة أن تفيد من علمي وخبرتي عندما تعزم على إنتاج مسلسل ما جيد وماذا عن صديقك عيماد؟ هو هو موافق أيضا لا أكتمك نحن لا نجد فرصتنا ضمن هذه الفوضى وأعتقد أننا سنصل عن طريقك هلو أستاذ أهلا 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 وسهلا أنيسة رهف تفضلي تفضلي يا مرحبا يا مرحبا حسنا أستاذ هل تعذيرني؟ لا بأس لا بأس ألا تعرف الأنسة رهف الفنانة الكبيرة؟ آه الأنسة رهف كانت زميلتنا في المعهد لكن يبدو أن الشهرة أنستها زملائها أنا آسفة لا أعرفك أقصد لا أذكر أنك كنت زميلي في المعهد آه الحق معك فأنت في المعهد كنت لا بأس ولكن ألا تذكرين الأولى على دفعتك؟ لم أكن أهتم بتلك الأمور الدراسة في المعهد لم تجذبني ولم تفدني الحياة العملية شيء آخر نعم نعم أنت ترى كيف شقت الأنسة رهف طريقها وأصبحت فنالة كبيرة أمر واضح اسمع تأتي مع صديقك عماد ونؤجل الآن شرب الشاي إلى المرة القادمة زيارتك لم يكن لها مبرر بالعكس زيارتي للأستاذ نور الدين كانت ضرورية وماذا أفدت منها؟ هل ستعود إلي؟ لن أفعل لكن ها هو قد علم أن أنور وعماد فناناني يبحث ثاني عن عمل وهل تعتقد أنه سيذكر هذه المعلومة؟ وسيتصل بك طالبا أن تتكرم عليه وتقبل المشاركة في عمل من أعمال شركته؟ لم لا؟ هو أخبرني أنه يعمل على تشكيل مجموعة فنية يتعاون معها وتعتقد أنك ستكون فردا من أفراد تلك المجموعة؟ لم لا؟ وستكون معي قرن اسمك باسمي منذ البداية ولن يدعوني ويتركك سيتركك ويتركني ما دمنا لن نذهب إليه ونتودد ونهبط ونهبط كي نرضيه رغم أن التودد مطلوب في هذا الزمان البائس والهبوط وهدر الكرامة مهلا عماد أنا لم أنهي جملتي كنت أقول رغم أن التودد مطلوب في هذا الزمان البائس فنحن لن نتودد تقول ما قلت عن غير قناعة يا عماد يا صديقي أخشى أن نمضي حياتنا ننتظر وننتظر إذا اخترت أن لا تنتظر فافعل ما بدى لك ولكن لا تشركني ابتعد عني أنا لا أستطيع أن أبتعد عنك اسمع هل لا تزال تفكر بالمسرحية التي ستكتبها؟ طبعا وقريبا سأبدأ بالكتابة بعد أن نضجت الفكرة في رأسي في الحقيقة يا عماد ليس لنا إلا المسرح آه إن منك تعلم كم نعشق المسرح لكن ما العمل؟ التوجه نحو الشاشة الصغيرة في وقت ندر فيه العمل المسرحي لما؟ لما ندر العمل المسرحي؟ نحن نلام أيضا لو تكاتف الخريجون وشكلوا أسرة مسرحية وانطلقوا بها يا أنور يا صديقي كل المشاريع وكل الطرق تتوقف أمام أمر واحد التمويل الأسرة المسرحية التي أتحدث عنها أو لنقل التي تحلم بها يكون فيها كاتب النص المسرحي ومخرجه والممثلون ومن أين يعيشون؟ ينتظرون عرض المسرحية وإقبال الناس عليها؟ أين ستجد الإقبال؟ كثيرون يستويهم المسرح وكثيرون جدا يقبلون على مشاهدة أي مسرحية تعرض فكيف إذا نالت المسرحية ما تستحق من شهرة؟ وكيف يا صديقي سنجد إعلاما يشجعنا ويحقق لنا الشهرة؟ في الأسرة المسرحية نفسها إعلامي وصحافي يمكن أن يقوم بالمهمة لما تبتسم وتلوح برأسك؟ رحم الله أفلاطون ومدينته الفاضلة ولا تنسى أرسته رقم غريب مطلوب لعمل تلفزيوني جديد مع تحيات الأستاذ نور الدين أجب أجب قبل أن يغير الطالب رأيه وتضيع علينا الفرصة ألو نعم؟ مرحبا حضرتك الأستاذ أنوار؟ نعم أنا أنوار مساعد المخرج الأستاذ نديم يتحدث أهلا وسهلا بمساعد المخرج الأستاذ نديم اسمي مساعد اسمك مساعد وأنت مساعد؟ أنت إنسان غير عادي أعتبر ذلك متحن سيدي المهم الأستاذ نديم يرغب في زيارتك مع صديقك الأستاذ عماد والسبب؟ يريد التعرف عليكما؟ لماذا؟ لا أكتبك يهيئ لمسلسل من مئات حلقة والأستاذ نور الدين رشح اسميكما جيد ونحن نتشرف بالتعرف إلى المخرج الأستاذ نديم حسنا سأهتف لحضرتك ثانية بعد تحديد الزمان والمكان إلى اللقاء إلى اللقاء كنا نتحدث عن المسرح الذي نعشق لكنها قد جاء الطلب إلى مشروع مسلسل تلفزيوني من مئة حلقة فأيهما تختار؟ ومن لا يفضل المسرح لكن كما يقولون عصفور في اليد خير من عشرة على الشجرة أهلا وسهلا الأستاذ نديم بانتظاركم تفضل شكرا أنيسة جمانة اسم جميل عشتي الأسماء شكرا أنا أنور أنا أنور وصديقي هذا عماد أهلا أهلا أستاذ أنور تفضل تفضل أهلا بكما تفضل بالجلوس شكرا عذراني أنا لا أعرف شيئا عنكما لذا طلبت لقائي بكما كي نتعارف قيل لنا إن مسلسلا تلفزيونيا تعمدون إخراجها وقررتم اشتراكنا فيه حماس الشباب واندفاعه لا بأس الأستاذ نور الدين ذكر اسميكما كخريجين من المعهد وأنا ولأنني مخرج يحق لي أن أشرككما كليكما أو أشرك أحدكما أو أعتذر ولا أشرك أي منكما وما هي معاييرك أستاذ نديم؟ معاييري بسيطة جدا أكتشف هل أنت ممثل؟ ثم هل تصلح لدور من الأدوار التمثيلية في العمل؟ مع مراعاة الشكل خارجي طبعا جيد أستاذ نديم ها قد تشرفنا بمعرفتك وبعد شاهدتكما سمعت صوت كل منكما والبقية تأتي والنتيجة غير مضمونة أستاذ نديم نحن لدينا العشق للتمثيل ولدينا العلم ولدينا ما نفذناه من عروض أثناء دراستنا في الحقيقة أنا لا أجد فرقا بين خريج المعهد وإنسان آخر لديه الموهبة والسبب أنكما درستما لتكونا ربما نجوما في المسرح لكن في التلفزيون الأمر مختلف باختصار أصارحكما القول يمكنني أن أسند لكل منكما دورا صغيرا كاختبار وتجربة وذلك احتراما لطلب الأستاذ نور الدين مدير شركة الإنتاج وبعد توزيع الأدوار سوف يتصل بكما مساعد ويعلمكما أنا أؤيد أبا عماد لابد أن تبدأ بالأدوار الصغيرة كتقدمة لإمكاناتك أما أن تصر كما يصر صديقك عماد ويرفض البدء بدور تمثيري صغير يا أبي نحن خريجان درسنا وتعبنا ومن حقنا أن نجد مكانا لنا في دنيا الفن المشكلة أن مكانك الأصلي هو المسرح ووضع المسرح في بلدنا لا يشجع الممثل ممثل سواء في المسرح أو في التلفزيون أو في السينما أو في الإذاعة أنت تصبب لأن تكون ممثلا دون اشتراطك لنجاحك في التمثيل أنا رغم أني بعيد عن جوكم جو التمثيل أجد من البداهة أن ينجح الممثل على المسرح وقد يفشل أمام الكاميرو وأنا أجد في السينما المصرية كثيرين من عمالقة المسرح وأساتذة المعهد يؤدون أدوارا صغيرة أنور يا حبيبي نحن نريد مصلحتك لا يمكن أن تقفز إلى أعلى السلم منذ بداية نشاطك التمثيلي أنا لا أريد ذلك أريد فقط أن يعترفوا به ومن قال إنهم لا يعترفون بك أليسوا هم الذين أرسلوا بطلبك وطلب صديقك عيمات؟ أنا أرى يا أنور أن تحد وصديقك من طموحكما وتقتنع أنكما لا تزال في بداية الطريق أهلا أنور هل تذكر خلود؟ أنت تسألني هذا السؤال كيف أنسى خلود؟ ما بها؟ التقيت بها مصادفة في الشارع وتوقفنا وتحدثنا ووجدت أنها تعاني كما نعاني وهي متحمسة للقيام بمشروع مسرحي يحقق لنا وجودا ونجاحا وبعد؟ سألت عنك منذ بداية لقائنا وأرسلت لك تحياتها وزودتني برقم هاتفها وكأنها تطلب منك أن تهتف لها لم لا؟ خلود زميلة عزيزة ولنا ذكرياتنا طوال فترة الدراسة إذن سأرسل لك رقمها وحاول أن تهتف لها ولكن عماد ربما يكون خلاصنا عن طريق نرسمه ونحققه رغم كل عقبات يا صديقي قد نرسم ونخطط لكننا لن نحقق كيف نحقق بالله عليك؟ فهمت من خلود أنها ليست متحمسة فقط بل متفائلة متى ستهتف لها؟ لأنهيك كل أعمالي المتراكمة عماد أنا أعرفك جيدا لكن هذه خلود خلود يا عماد والذكريات هنا المشكلة لماذا تعتبرها مشكلة؟ خلود فتاة رائعة نحن نتحدث ونبحث عن الوضع الفني الملائم لنا لا عن قلوبنا ولا عن الحب طالما رددت أن الحب يولد كل محاسن الحياة هل تنكر؟ يا لك من شقي يا صديقي لا أنكر حسنا اتصل بها ثم أخبرني ما جرى هل تفعل؟ أنا بانتظارك الآن الآن وليس غدا حسنا إلى اللقاء عماد أم أقول أستاذ عماد؟ كيف أنت يا خلود؟ وكيف عرفت أنني المتحدث؟ أخذت رقمك من أنور ونويته إن لم تبدأ سأبدأ أنا عماد هل نسيتني؟ صعب بل مستحيل أن أنساكي إذن؟ أنا أعيش في دوامة الفراغ والأحباط و... أنت المسؤول عن هذا أنا؟ كيف؟ يجب أن نجتمع إن لم يكن أحياء للذكريات نجتمع لإيجاد حل لأوضاعنا كعادتك متفائلة دون تردد وباندفع عماد لدينا الحل حدد موعدا لنتقابل مع أنور طبعا حتى لا نترك لمشاعرنا مجالا آه إن يا خلود لملا؟ خلود تدعوك للعمل أولا للانطلاق وهو من حقنا إلى اللقاء برعاية الله خلود إلى اللقاء الدكتور مازين ترك بلاد المسرح وجاء وطنه ليبني مسرحا فوجئ بالوضع هنا مع الأزمة التي نعيشها واقتنع بضرورة العمل على تشكيل تجمع فني مسرحي خلود صديقتي نحن في وضع لا يكفينا فيه الاقتناع لدى الدكتور مازين والاندفاع والحماس لديك عماد صديقي أنت ونحن بحاجة لخطوات عملية أليس كذلك؟ بلى ماذا ننتظر إذا؟ ننتظر الفرج نحن نصنع الفرج وبعد؟ هل توافقانني على ما أقول وأقترح؟ يا لك من شقية لم تتغير قيد أنملة ولما أتغير؟ أنا مؤمنة بشخصيتي بإمكاناتي بكل شيء فيه آه إن منك تعيدينني لأيام زمان سنة أو سنتان ليستا أيام زمان المهم الآن تريدين أن ننضم إلى الدكتور مازين دون قيد أو شر أريد أن نذهب ثلاثتنا ونزور الدكتور مازين ونقدم له أنفسنا ونستمع لما يقول معقول؟ الزيارة لا تلزمنا بشيء عماد أنور هل توافقاني على ما أقول وأقترح دون نقاش؟ تريدين أن نضع العنان في يدك ويدك حلوة أنا موافق رغم أنكما تخلطان بين العاطفة والعمل أجد أن الطريق الذي ستسوقنا فيه خلود طريق آمن أنا لا أسوقكما يا صديقي أنور أنا يعني لم نسلمك العنان؟ إذن فالقياد أنت وبك ومعك ما شاء الله حفظكم الله نحن نعيش الأزمة لذا علينا أن لا نعتمد على الجهات الرسمية كي تحقق لنا ما نصب إليه علينا أن نفكر ونعمل ونبدأ إذا ما تجمعنا الشباب والشابات وشكلنا تجمعا فنيا يكون بين أعضائه الكاتب المسرحي والمخرج المسرحي ثم الممثل والممثلة وفي اجتماعات متكررة نحاول أن نتعارف وأن نؤمن بصداقة فنية تجمعنا وبعد ذلك نناقش كيفية البداية والانطلاق ونطرح كل الآراء لنختار أفضلها ثم نبدأ باختيار نص مسرحي مناسب نقرأه معا ونختاره معا وننفذه معا دكتور مازين أنا سعيد جدا بتشرفي بمعرفتك وأنا أوافق حضرتك في كل ما تفضلت وقلت لكن حضرتك لم تتكلم ولم تشر من قريب أو بعيد للناحية المبدية لا أكتمك يا أستاذ عماد اسمع لما لا نلغي هذه الألقاب بيننا ما رأيكم؟ أعذرني دكتور مازين يمكنك أن تلغيها بالنسبة لنا فتنادينا بأسمائنا خلود عماد أنور أما حضرتك فأنا لا أجرؤ على مناداتك بمازين فقط أنت أستاذنا ويحق لك أن تنادينا باسمنا أما أن اسمعوا لقب دكتور لا أحبه فقد معناه في هذا البلد فكثيرون يلقبون أو يلقبون أنفسهم به سموني أستاذ والأستاذ لعلمكم أهم من الدكتور وأعلى مرتبة هذا لفترة وحتى تعتاد علي ونصبح فعلا عائلة واحدة أصبح معكم مازين مازين فقط دكتور مازين ماذا عن الناحية المادية؟ نحن نحتاج لمسرح يمكن أن نتقدم بطلب إلى وزارة الثقافة كي تقدم لنا مسرحا وإذا لم توافق يعتمد التجمع على إمكاناته سنجعل ميزانية للتجمع نوزعها على أسهم وكل من أفراد التجمع يشتري ما يناسبه من الأسهم وإذا لم نصل إلى المبلغ الذي نريده ألجأ لأموال أبي حفظه الله فهو مستعد لتمويلنا دينا إلى أن نقف على أقدامنا علينا أن نهيئ أنفسنا لعمل جاد دون أجر كل ما نعمله وننفذه يعتمد على فكرة التبرع سيكون لدينا الكاتب والمخرج والممثلون والممثلات هم أعضاء التجمع ينفذون عملا ثقافيا فنيا واقتصاديا عندما نثبت وجودنا ونصبح معروفين ونفرض تجمعنا على الوسط الفني في هذا البلد عندها نحتاج لمحاسب كي يوزع الأرباح بيننا دكتور عفوا أستاذ مازين أرى أن علينا الآن القيام بعملية استقصاء وانتقاء لدعوة زملاء وزميلات للانضمام إلى تجمعنا وأؤكد على كلمة انتقاء يجب أن يحافظ التجمع على اسمه وسويته الثقافية والفنية رجاء نستمع إلى كلمة الأستاذ مازين بعد مداولات ومناقشات رأيت أن نبدأ موسمنا بمسرحية الأشجار تموت واقفة لأليخاندرو كاسونا الكاتب الإسباني المعروف وذلك بعد أن علمت أن أغلبكم قد مر بها خلال دراسته المسرحية والفنية في المعهد في الحقيقة هي صعبة التنفيذ بعض الشيء وخاصة كبداية لنشاطنا المسرحي قد أعدتها عن النص الأجنبي وانتبهت إلى أن أبسط عملية التنفيذ بعض الشيء وبعد أستاذ مازين لقد وافقت وزارة الثقافة على تقديم مسرح لنا كل أيام العرض أعزائي اجتماعاتنا ستكون هنا في بيتي ريثما نستطيع تأمين مكان دائم لتجمع وصديقتنا خلود ستقوم بتنظيم مواعيد الاجتماعات وتحديد جدول أعمال كل اجتماع سلمتم وسلم المسرح سلم المسرح ساعدت في الإخراج سناء حمود من الحياة تأليف وإخراج فاروق حيدر ترجمة نانسي قنقر